ما زالت رحلة وصول زينة ابنة الثلاثة عشر ربيعا إلى مدرستها تشكل هاجسا لها لعدم وجود بنية تحتية تناسب ذوي الإعاقات الحركية لتسهيل وصولهم إلى الصفوف إضافة لضعف ثقافة الدمج مع أقرانهم في المدارس ما كنت أدر أنزل وأطلع الدرج لحالي وكان دائما معي مرافقة وكنت لما أشوف الولاد بلعبوا أبعد عشان بخاف أو وقع والدتها وقبل عامين أطلقت مبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع الزهور وجمع الأموال لإجراء عملية جراحية لابنتها في الولايات المتحدة الأمريكية تمكنها من السير بطريقة طبيعية والتخلص من هواجس الخوف بانتزينا أن ولدت نقص أكسجين سبب لها شلل دماغي يأثر على أطرافها السفلية للأسف مدارس ما بتقبل حالات الاحتياجات الخاصة وهذا حقهم يعني هو أبسط حق لهم لهو التعليم ضعفوا البنية التحتية المهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وقلة أعدادها وضرورة توفير تعليم دامج وسياحة ميسرة جميعها تحديات ناقشها مسؤولون أردنيون مع المستشارة الخاصة لحقوق الإعاقة الدولية في الإدارة الأمريكية سارة منقارة خلال زيارتها الأردن هناك استعداد واضح من جانب سارة لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتضمين قضية الإعاقة في برامج التي تمول من الإدارة الأمريكية من خلال الـ USA ويبقى ملف تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الملفات المقلقة للسلطات في ظل وجود قرابة 79% في سن التعليم خارج المدارس حسب إحصائية رسمية تحديات عديدة تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد بعضها يرتبط بقطاع التعليم وقلة المدارس الدامجة وأخرى ترتبط بالقطاع السياحي وضعف البنية التحتية المهيئة لهذه الفئة في المجتمع تحديات تسعى جهات رسمية أردنية لتذليلها خلال الفترة المقبلة بدعمنا أمريكية حيدر العبدالي الحرة عمان